بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان. ان شاء الله في حالة النهاردة هنتعلم مجموعة مهارات مهمة جدا داخل برنامج الاكسل. هتسهل عليك الوقت واتوفر عليك المجهود. ان شاء الله في حالة النهاردة هنعرف ازاي نسبت العنوان الخاص بالجدول. سواء انت محتاجك تسبت الصف بالكامل او محتاجك تسبت الجزء الخاص دي العنوان الجدول اللي انت فيه. وفي الحالة دي انت منجرد ما تتنقل لجدول تاني هيكون الجدول التاني العنوان بتاعه هو اللي ثابت وموجود عندك. يلا بينا مع بعض نعرف الطريقتين ونعرف ايه هي مميزات كل طريقة وازاي نستخدمها بطريقة سهلة واحترفية. يعني على سبيل المثال لو انا عندي جدول زي الجدول اللي احنا شايفينه في بيانات افقية عبارة عن بيانات خاصة بموظفين وادارات والسلز بتاعتهم الخاصة بكل شهر. طيب بانجرد نزولي لاسفل هنا اختفت العنوان وهنا هبتدي المعاناة ان انا اعرف ايه هو العنوان البيانات دي خاصة بان شهر او العنوان الخاص بالعمود ده ايه. وفي الحالة دي انا مضطر ان انا ارجع تاني لاعلى الجدول عشان اشوف العنوان. هل في طريقة ان انا اسبت العنوان بانجرد نزولي لاسفل يكون موجود ثابت معي? وكمان بنجرد اني اتنقل الاتجاه اليمين او اليسار اعرف البيانات دي خاصة باي موظف او باي اقدارة. هل في طريقة اقدر اعمل بها الحاجة دي? هنعرف مع بعض ايه هي الطرق اللي بنقدر نستخدم فيها تسبيت العنوان في الاكسيل. اول حاجة في حالة ان انا عايز اثبت العمود والصف بشكل نهائي. يعني مسلا انا لو محتاج اثبت الصف بالكامل هنا. سواء فيه جدول او اتنين فيه الشيت. هدخل على القايم اللي موجودة في اعلى الاكسيل. وهلاقي القايمة او التوويب view. هدخل على الجروب الخاصة دي الويندو. هلاقي فيه حاجة اسمها فريز بينز. لو دوست عليها هلاقي تلات اختيارات. التلات اختيارات كل اختيار فيهم له مهمة معينة. هنبدأ من الاختيار الاخير وهو تسبيت العمود اللي موجود وهو تسبيت اول عمود. يعني لو اخترت اول اختيار هنا هنلاحظ ان تم تسبيت اول عمود. يعني بانجارد ان انا اتحرك لاتجاه اليمين هنلاحظ ان اول عمود ثابت معي. اعرف البيانات خاصة باي موظف بطريقة سهلة وبسيطة. طيب. انا مش محتاج ان انا ثبت اول عمود. انا محتاج اثبت اول صف. هندخل على نفس البيانات. وهنختار من فريز بينز هنختار فريز تو برو. اللي هو تسبيت اول صف فقط. طيب في الحالة دي بنجرد ان انا انزل لاسفل الجدول هنلاحظ ان العنوان او الصف اللي فيه العنوان ثابت معي. يعني هنلاحظ كده ان انا بتحرك ليه اتجاه اسفل العنوان ثابت معي. اقدر احدد البيانات ايه ايه هو العنوان. وايه هو الشهر اللي فيه البيانات معينة. مهما اتحرك الاتجاه اليمين هنلاحظ ان الصف الاول ثابت معي بالبيانات اللي موجودة فيه. طيب دي طريقة. طيب لو انا محتاج ان اثبت العمود مع الصف. هل انا محتاج اسبت اول عمود مع اول صف فقط? ولا محتاج اسبت اول صف مع اول عمودين? الجزء التالت من التجميد او الفريز اللي موجود هنا وهو ان انا اقدر احدد المنطقة اللي انا ابتدي اجمد منها البيانات. طيب احدد ازاي المنطقة اللي انا محتاج اجمد فيها البيانات. اول حاجة بمجرد ان انا ادوس في اي خلية من الخلايا اللي موجود هنا. وابتدي ادخل على القايمة view وادوس على تجميد هنا هنلاحظ حاجة معينة. ان انا الخلية اللي انا موجود او محددة هي اللي بتتحدد ايه هي المنطقة اللي هيتم تجميدها. يعني لو انا محدد الخلية اللي هنا اللي هيا World dit على تجميد هنلاحظ ان اي اعمدة او صفوف قبل الخلية دي هيتم تجميدها. يعني لو حددت الخلية CC ودخلت على التجميد هلغي الاول التجميد اللي موجود لو انا عمله هلغيه. واختر freeze bands لو دست على هنا هنلاحظ ان اول صف تم تجميده واول عمودين تم تجميدهم. طيب لو مش محتاج اجمد اول عمودين هدوس على الخلية اللي هي في الحالة دي انا هسبت العمود الاول والصف الاول. هنجرب ندوس على ونختار نلغي التجميد وندوس مرة تانية. لو تحركنا الاتجاه اليمين هلاحظ ان اول صف هو اللي ثابت معي. لو اتحركت الاتجاه اليمين هنلاحظ ان اول عمود هو اللي ثابت معي. طيب لو نزلت الاسفل هنلاحظ ان الصف الاول اللي في العناوين اللي انا محتاج اثبتها هو اللي ثابت معي. طيب في حالة دي او في الحالات اللي احنا شايفينها دي احنا بنثبت العمود والصف بشكل نهائي. يعني لو فيه جدول تاني هنا هنلاحظ ان البيانات اللي فيه مجمدة او سبتة معي. طيب لو انا عندي جدول تاني تحت الجدول اللي موجود هنا. هل البيانات او العناوين اللي موجودة فيه هي اللي هتكون سبتة? ولا البيانات اللي موجودة في الجدول الاول? لا في الحالة دي او بالطريقة دي البيانات اللي هتكون موجودة في الجدول الاول هي اللي هتكون سبتة معي في كل البيانات. طيب انا مش محتاج الطريقة دي انا محتاج كل جدول اكون موجود فيه هو العناوين بتاعته هي اللي تكون سبتة. وده يكون بشكل ديناميكي معي وفعال. في الحالة دي هنبترض ان انا عندي جدولين? الجدول الاول والجدول التاني. عايز منجرد منزل للجدول التاني العنوان الخاص بالجدول التاني هو اللي يكون ثابت فيه اعلى الصفحة. اعمل ايه في الطريقة دي? اول حاجة هنحول الجداول اللي انا شغال عليها لجداول ديناميكية. ودي بطريقة سهلة جدا كل اللي انا هعمله. انا هلغي التجميد الاول اللي كان شغال او اللي كان موجود. في الحالة دي الجدول مرن معي. هبتدي كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على كنترول تي. اول جدول اصبح جدول ديناميكي. وفي الحالة دي بمجرد نزولي لاسفل. هلاحظ ان العنوان الخاص بكل جدول تسابت معي. طيب انزل الجدول التاني. بمجرد ان انا احدد الجدول التاني. هلاحظ ان البيانات او الاعمدة او الصف الاول اللي كان في الجدول الاول يعني لو دصت الجدول الاول هنلاحظ ان البيانات هنا ظهرت او العنوين ظهرة. ولو دصت للجدول التاني هنلاحظ ان البيانات مش ظهرة. ولو نزلت الاسفل العنوان مش ثابت معي. هنبتدي نحول الجدول التاني لجدول ديناميكي كنترول تي. يعني اي جدول انا محتاجي العنوان بتاعه يثبت معي هحوله لجدول ديناميكي عن طريق كنترول تي بطريقة سهلة جدا. ومجرد ان ما هنزل للجدول التاني هنلاحظ ان العنوان اصبح ثابت معي. ولو طلعت للجدول الاعلى هنلاحظ ان العنوان ثابت معي. الطريقتين سهلين جدا. على حسب انت محتاج ايه ليشتغل معاك. لو عايز تثبت الصف بالكامل هتقدر تثبته. لو عايز تثبت العنوان الخاص بكل جدول هتقدر تثبته عن طريق تحويله لجدول ديناميكي. احنا كده تعرفنا بطريقة سهلة ازاي نستخدم تثبيت العنوان والتجميد سواء تجميد العمود او الصف بطريقة سهلة جدا على برنامج الاكسل. فتا كده وصلنا لنهاية الفيديو. هتمنى الشرح يكون سهل وبسيط واعجابكم. ما تسجد الشرك في القناة ولايك للفيديو. وستميونا في الحلقة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة